اشتركوا في القناة في بين الدول والشعوب الإسلامية تجاه مختلف التحديات والصعوبات التي تواجه الأمة الإسلامية مشددا على أهمية توحيد الجهود وحشد الطاقات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الإسلامية وأكد سعادته أن مملكة البحرين تدعو إلى القيام بجهد دبلوماسي إسلامي مشترك للإسهام في التوصل إلى سلام شامل مستدام في أوروبا حفاظا على الأمن والسلم الدوليين وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة المدنيين وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الدول الإسلامية تواجه اليوم تحديات كبرى تقف حائلا دون تحقيق ما نتطلع إليه جميعا من أمن واستقرار وازدهار لصالح شعوبنا وأكد سعادة وزير الخارجية تمسك مملكة البحرين بالثوابت العربية والإسلامية الأساسية وضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط عبر حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وقال سعادته إن الدول الإسلامية مدعوة إلى تكفيف وتعزيز التعاون فيما بينها ومع دول العالم لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وأكد سعادة وزير الخارجية أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود لمواجهة كافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف وأعرب سعادة وزير الخارجية عن إدانة مملكة البحرين لاستمرار جماعة الحوث الإرهابية في تهديد أمن واستقرار المنطقة وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب اليمني الشقيق واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية ودولة الإمارات مؤكدا على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة كما أكد سعادة وزير الخارجية على موقف مملكة البحرين الداعم للشعب الأفغاني وخياراته التي يقررها بنفسه دون أي تدخل أجنبي في شؤونه